السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقاء الحلوين عاملين ايه النهاردة معنا درس جميل جدا اسمه من انا هنديكم النهاردة يا اصدقاء مواصفات لحيوان وعايزين تفكروا معنا ونعرف مين الحيوان دوت يا اصدقائي يلا نبدأ مع بعض انا اضخم الحيوانات انا اضخم الحيوانات بصوا يا اصدقائي ضخم ازاي ضخم جدا جسمه كبير كبير قوي اعيش في الغابة اعيش في الغابة بيعيش في الغابة يا اصدقائي يا طرع عرفنا ولا لسه طب نديكم كمان حاجة يا اصدقائي اكلوا العجب اكلوا العجب يبهو حيوان ضخم وبيعيش في الغابة وبياكل العجب يا طرع عرفتوا ولا لسه يا اصدقائي عرفنا ولا لسه يا اصدقائي احب الصغار والكبار احب الصغار والكبار يا طرع عرفتوا الغابة الافحب عرفتوا وزيلي قصير زيلي قصير بص يا أصدقائي بص الدل بتاعه بص الدل بتاعه قصير ازاي زيلي قصير هل عرفتم من أنا عرفتو يا أصدقائي عرفتو مين الحيوان الضخم والله رأسه كبيرة اللي زيله قصير اللي بيحب الأطفال وبيلعب معاهم يا ترى مين يا أصدقائي إلعى آه إنه الفيل إنه الفيل الفيل هل هو يا أصدقائي الفيل يلا يا أصدقائي ما عم سابقتنا معديك النشير مستعدين يا أصدقائي يلا بينا عندنا مسابقتنا اسمها حقيقة أم خيال تعالوا يا أصدقائي الفيل أضخم الحيوانات هي دي حقيقة يا أصدقائي ولا خيال هو الفيل فعل أضخم الحيوانات صح ولا غلط الكلام دوت يا أصدقائي حقيقة ولا خيال طبعا يا أصدقائي حقيقة ألفي الفيل أضخم الحيوانات تاني حاجة يا أصدقائي الفيل يلعب مع الأطفال هل فعلا يا أصدقائي هل فعلا يا أصدقائي الفيل يلعب مع الأطفال هي حقيقة ولا خيال طبعا يا أصدقائي شاطرين كلكم بتقولوا انها حقيقة فقفة كبيرة لكم يا أصدقائي على إجابتكم الصحيح وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من شرح درسنا النهاردة وعرفنا أن الفيل له صفات متعددة مع الوعد يا أصدقائي إن شاء الله بدروس أخرى مع نفهم نتعلم ببساطة